إدانات واسعة للعدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثية الإرهابية مع تحميل الميليشيا مغبة جر البلاد إلى مربع الصراعات الدولية وجحيم الحروب المفتوحة على المجهود وبقدر أسف اليمنيين على تعرض مصالحهم الخدمية والمنشآت الحيوية العامة إلا أن عشر سنوات من الحرب الحوثية المدمرة حولت اليمن إلى بلد من ركام وتجازف الميليشيا بمصير اليمن وحياة اليمنيين واضعة مصلحة إيران والحلفاء الدوليين في عين الاعتبار بينما لا تعنيها اليمن في شيء سوى أنها ورقة مقامرة على طاولة الصراع الدولي عشر سنوات من التدمير الحوثي الممنهج والعميق لكل مقدرات البلاد وأسس العيش البدهي لتحول اليمن إلى أسوأ مأساة إنسانية على مستوى العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ولم تستكفي الميليشيا من هذا الناتج الكارثي لتذهب في استدعاء نيران نائية لجلبها عنوة عبر البلطجة الدولية ومن ثم إغراق البلد في متاهات جحيم أوسع نطاقة وكان اليمنيون يأملون أن تضع الميليشيا وضعهم المعيشي الكارثي كدافع نحو جنوحها إلى السلام وإخراج اليمن من النفق المظلم الطويل بدلا من ارتجال حروب خارجية تجرعهم المزيد من الويلات والتعب فقصف ميناء الحديدة ستتخذ منه الميليشيا ستارة دخان لارتكاب جرائم ضد اليمنيين لا سيما كدليل حاسم يدعم حملات الاعتقالات التي شرعت فيها مؤخرا لاتهام المواطنين بالجاسوسية الصهيو أمريكية زد على ذلك الاستثمار الحوثي لما تدعوه بالعدوان في قطع المرتبات وفرض الجرع السعرية والاتجار بالأزمات في السوق السوداء فما بالك إذا كان العدوان صهيونيا وحدث فعلا